أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على أهمية تضافر جهود جميع أبناء البحرين في كل ما يحفظ للوطن أمنه واستقاره مشددا سموه على أن مملكة البحرين بقيادة وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وبعزم الحكومة ووحدة أبنائها استطاعت أن تتجاوز العديد من التحديات التي نرى تداعياتها الآن في العديد من البلدان من انفلات وتهجير وقال سموه إن الظروف التي مررنا بها يجب أن تعطينا دروسا وليس درسا واحدا في أهمية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ولا نترك المجال لمن يريد أن يشغلنا عما نسعى إليه من نماء وتقدم هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة الملكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة وذلك بحضور سعادة السيد عبد الرحمن خليل أحمد سفير جمهورية السودان الشقيقة لدى مملكة البحرين وخلال اللقاء أكد سموه أن مملكة البحرين كانت وستظل داعمة لسلام ولكل جهد غايته تحقيق التقارب بين الشعوب وقال سموه إننا لا نريد معادات أحد ولا نتدخل في شؤون الآخرين ولا نريد من أحد أن يتدخل في شؤوننا وفي الشأن الإقليمي شدد سموه على أن التوجيهات الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوقوف صفا واحدا في مواجهة التدخلات الخارجية في شؤونها عززت من قدرة دولنا على حماية أمنها واستقرارها وأثبتت أن محاولات زعزعة الأمن والاستقرار مصيرها الفشل وأشاد سموه بدور المملكة العربية السعودية ومواقفها الراسخة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الدفاع عن الأمتين العربية والإسلامية باعتبارها درع الأمة وسندها القوي في مواجهة كافة التحديات والظروف ودع سموه إلى إمعان النظر فيما يجري في العديد من البلدان من حولنا والتي تعاني شعوبها من قسوة التهجير وأخطاره هربا من أهوال الحروب والاقتتال التي أعادت هذه الدول إلى عقود طويلة للوراء إلى ذلك فقد نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعلاقات الطيبة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية السودان منوها سموه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين منوها بالجهود الطيبة للسفير السوداني لدى المملكة في هذا الجانب